لو حسأل إينو أحلى جون جبته إيه؟ وإنت بتلعب مع النادي الأهلي أحلى جون جبته إيه؟ الزمالك لا أسأل جون الزمالك تقريباً أنا كنت بلعب وطلعت فكنت تقول أنا جبت لك ماتش السوبر أسأل بص دائماً كابتن اللي يجيب هدف يعني في ماتشاط القمة هذي اللي بتفضل دائماً في الأزهار فالناس دائماً ما بتنساش حتى لغاية دلوقتي في مباريات الأهلي والزمالك اللي دايماً بتيجي دايماً في الأستوديوهات ودايماً بتتعارض دايماً بيجيبوا مبارات القمة فدايماً تلاقيه أبقعد مثلاً كده بتفرج مثلاً ماتش الأهلي مثلاً تقول أيا لك بقى أنا اللي جايبك أه فتلاقيهم مثلاً إيه فجأة كده ألاقي جنب يتعرض من ضمن فدايماً هو ده اللي بيفضل في الأزهان عند الناس دايماً بتفتكره غير بقى الحمد لله اللي هو جون حلوي قبل أن الماتش ده إيه أنت نزلت تيقلي أنا كنت راجع من إصابة كنت مصابه كان مستر مانول ما كانش بيلعبني الفترة دي وبدأ يديني واحدة واحدة فأحنا كان الكابتان أحمد حسن جاب جون وبعدين أنا جبت الجون التاني جون المكسب بس كان كمان هو مستو اللي هو جون شكله حل وعطير وما كانش متوقع كله متعود اللي هي إيه وهي نزلة هتوقف فأنا خدته على طول فرستايم وفي وقت قاتل كانش قصده ماشي لا لا ده أنا ما كنتش بعمل اللذي اللذي بس ده أنا أنا في حياتي كلها معروف اللي ينه الشوت دايماً كان كل واحد يعني كابتان إسلام مثلاً معروف اللي كان الكروس بتاعه مثلاً بيجي مزبوط على راس الفروي في واحد مثلاً دايماً تلاقيه مهاري بطريقة مهاري واحد مثلاً سريع بتلعب له في المساحات واحد شويت فأنا الحمد لله كنت يعني متعود اللي أنا بشوت كتير وبجيب كل أهدافي يعني أنا كنت بلعب في نص الملعب وهاف دفندر بس اللي فرق معي أنا عن اللعبت النص الملعب اللي أنا كنت عندي لحتة الشوت كويس وكان ربنا بيوفقني فيها فجيب أحرصت أهداف كتيرة يعني أكتر اثنين دفندرات مثلاً جابوا أهداف كنت أنا وحسني عبد الربو مثلاً أعتقد يعني كده عشان حسني كان عنده حتة الشوت وإينو كان عنده حتة الشوت النهاردة ما عادش حد بيشوت وأنا حزين في الدوري أو كابتان أحمد حسن بس كابتان أحمد حسن تعرف عشان على طول الكرة هتبتقى في رجله على طول الكرة بتاعته الكرة بتاعته يعني إحنا كنا بنلعب بكرة وهو كاب نلعب بكرة هو بنلعب بكرة تريتاك